خلوني بس الأول تهنئة يعني واجبة جدا 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 قوي خالص للدكتورة درية شرف الدين طبعا الدكتورة درية شرف الدين غنية عن التعريف مش بس كمزيعة كبيرة ولامعة وصحبة تاريخ كبير ولكن كمان كرئيس للجنة الإعلام في مجلس أنواب الإعلام والثقافة والأثار ويمكن أغلبنا أو كلنا نعرف دكتورة درية من التلفزيون من الشاشة لكن مش كلنا نعرفها كويس أو نعرفها زي ما يتقال كده إيه وجهة اللي وجهة دكتورة درية من أبسط ومن ألطف خلق الله ومن أكثرهم خفت ظلا جدا جدا وبعدين تسمح لجيلي بأنه يتعامل معها كصديقة مش بس كالدكتورة درية شرف الدين بنفسها يعني فمهمة عندي قوي إن احنا نقولها ألف مبروك وبعدين بقى لما أشوفها طبعا دكتورة درية أول ما تشوفني لازم تقعد تقول كلمتين من باب الدعابة بقى اللي هو إيه هي لها طريقة كده معايا وتقعد تضحك في الآخر ألف ألف مبروكة دكتورة وتكريم مستحق وعقبال كده مع الأبهات المصريين في يوم من الأيام برضو يتكرم أنا بقى سعدة أوي لكن أكيد فيه أبهات أرباب أسر يستحقوا بجد أن احنا نكرمهم في يوم من الأيام لأنه أكيد أكيد فيه أبهات مهمين جدا يستحقوا أن احنا نشد على أيديهم لأنهم رب ولدهم رب ولد إخوتهم زي خلاني على سبيل المسئل وهكذا